فمن أظلم ممن افترى على الله كذب أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم عند الموت أوعد تسمع كلام محمد الطيب البشير قال بيقول لك عندي ما عرف مريد كان عيان وجاءه ملك الموت واشاكلت مع ملك الموت وقلت له تاني ما تجي راجع ملك الموت قال ليه زول ده موضوع انتهى قال لا ارجع لي ربك نعم الموضوع ده انتهينا منه لغيناه فضل ما فضل يعني الموضوع ده حاس منه فيمتى أوعد تباردين لأنه انبو الرطوك يورطوك وارط عظيم جدا فيمتى وتتحسر أنت يوم القيامة ربنا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته القرآن الواضح البين أدلة السنة الواضحة البينة الشافية الكافية لمن أراد الهداية فيمتى ربنا سبحانه وتعالى قال حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله وين الولي قال ليك واجبات الشيخ على المريد ثلاثة أن يحضره عند قبض الروح يجي يقبض معه الروح يقبض مع ملك الموت الروح قل له أمرو قبل راح قالوا عند سؤال الملكين يجاوب ليك كما جاء عند هؤلاء قالوا عند الصراط يجي يقطعك الصراط زي ما قال النيل أبو جرون فيمتى 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 يسمعوا الكلام ده الملائكة تقريعا لهؤلاء المجرمين الملائكة بتقول لهم أينما اتقال الملائكة بتقبض روحك وتفوت ساكن ربنا ما أوكلم مهمة أوكلم مهمة إنه يعذبوك وهي أن يقرعوك أولا لأنه الزل مما يستقبل الآخرة واستقبلوا بكلمات شديدة زي ديه ده بيفزع فزع شديد والعياذ بالله أينما كنتم تدعون من دون الله وين عين يمين نادي الصالحين عين شمال نادي الكمال عين وره نادي بشرة عين فوق نادي أهل الزوك عين تحت نادي أبمسك عين صعيد نادي عوض الجد يا أخي الشيطان ما حصل الدرجة دي الشيطان قال لي ربنا سبحانه وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال ابن عباس فما استطاع أن يقول من فوقهم لأن الله فوقهم فهمت لكن المشكلة في ناس أضل من إبليس أضل من إبليس شيطان الرجيم فهمت إن الملائكة بتقرعك وتعذبك إذا كنت تدعو هؤلاء الرمم الموتى الذين لا يملكون مع الله شيء فقراء ضعفاء الواحد تلقى ينادي أبو يا الشيخ أنا دائر جنة والشيخ تلقى الهوى ضربوا بالليل مع الشتاء جاءوا إسهال بكوسوله في البامبرس ساعة 12 بالليل والله جاءت أبوك الشيخ ما بتكون ما كانت فكت دائر ليه وغيار بتاعناه والله صحيح إنت رسا بتناديلك في زل زيداه تزل تعباني يا زل الضب بتاعتم أقاب دكويس تبع التناديو يا زل إنت موهون في مخط تنادي ربنا سبحانه وتعالى أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا ما شايف النوم ما شايف النوم ربنا قال في صورة النحل وإذا رأى ها لو شفتوا تقالب انفعت وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونه في المحشر ده مشهد من مشهد الآخر زل تلقاوا بنادي حميدة ولا لزيرك إيجي يوم القيامة لقى لزيرك دق فيه مقلب تورط يشوف لزيرك هداك له يا الله هدا ليه وضلاني بيقول له الله كده هدا ليه وضلاني ربنا سبحانه وتعالى وراك الشكل البناتم في أرض المحشر ها هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك ربنا قال فألقوا إليهم القولة رجعوا لهم ردوا عليهم إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون قالوا له هوي والله نحن ذاتنا موحدين فهمت بعد ذاك بيكون دار يسجل معنا طبعا وما بتنفعك يوم الغيامة والله شفت ها يقول لك يعني ننادي ننادي الله براه ونخلي الصالحين وجايننا بيدين جديد الكلام ده بتعرفوا يوم القيامة تهمت يوم القيامة يوم تنكشف لك الأمور شان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون يوم الغيامة المشرك بيكره نفس كراهية شديدة ويدعو الله إنه يبقى تراب في إمتى ربنا قال لهم كراهية الله ليكم لما كنتوا بتنادوا الأولياء وربنا يدعوكم إلى ترك نداء الأولياء ونداءه وحده سبحانه وتعالى وأنتم ترفضون هذا التوحيد ربنا مقتليكم في الزمن داك كان أعظم من مقتكم الآن لأنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل في طريقة نمرق من جهنم ربنا قال كلا إنه عليم شنوه مؤصدة في عمد ممددة تمرق أنت كمشرك كافر ما بتمرق من النار فهمت عشان كده بيتجرسوا ونادوا يا مالك بنادوا أي زون نادوا الملائكة ينادوا أي زون بنادوا ينادوا الشركاء بتاعينهم دا كل يوم القيامة ونادوا يا مالك وهو في الدنيا عرف أنه اتدخلوا جوا جهنم يهم ناداته للأولياء أو الملائكة أو غيرهم جوا جهنم المشرك ما بليد المشرك بليد لا يأس ما دار يعرف إنه الورة في الموضوع دا إنه جعل بينه بين واسطة بين الله واسطة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أسأل لنا ما أسأل لنا الله يا مالك يقضي علينا يقتلنا ربنا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب تموتا إن أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله بالوصية لك فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ولذلك يا أخوانا نحن دعوتنا باختصار دائما ما نكرر أن نفرد الله سبحانه وتعالى بما يختص به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضل أن يبعث هؤلاء المجرمين المضلين وأن يضلهم عن إيقاف دعوة الحق وإن شاء الله يا أخوانا الحلقة بتاعت حلة كوكوحة تقوم نحن بندعو جميع الإخوان أنهم يحرصوا على حلقة التوحيد لأنه ناس حمد المنتصر الآن سوقه موقف مع الدولار الزايد سوقه موقف وبحمد الله الحلقات البسيطة دي هي عاملة لهم لبشة كبيرة جدا وعشان كده نحن أخوانا أي يزول إن شاء الله يوم الثلاث الجايدة مهم شديد لو عندك شغل تيمنه من بدري عشان تؤذر التوحيد وإن شاء الله تقوم هذه الحلقة لإصلاع قائد الناس بارك الله فيكم سلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة